طب أنا هنا يمكن فيه عندي فكرتين عايز أتكلم فيه عندما تحب المرأة فتبقى مختلفة في حبها ونظرتها للحب عن الناس اللي من الكوكب الآخر لزي حالتي الرجال إيه هي وجهة نظر المرأة في الحب ووجهة نظر تانية صالح؟ حلا أنا يعني قادرة بنوع مرأة ممكن تقطع عليك بالنسبة لكيف بتحب لأنه أنا أحب عنف يعني بتطرف بإسرار بتصميم بشغف بخطة هيك طويلة الأمد يعني وضعي سيء جدا بالنسبة لغيري فيني سيء ما متحب هالطريقة بتكون شوية مرقلجة القصة معها فبالنسبة لأيلي نحن عاطفيين أكتر يعني منحط نعمل إنفستومنت بالعواطف أكتر من العقل إجمالة طبعا فيه دايما ناس يعني أنا أشوف إن الرجالة أكثر هشاشة في الحب من السيدات بكتير هيك بيقولولي ولادي الصبيان بيقولولي ليش أنت بتفكري هيك نحنا مثلا أنا لايك إنو كيف أحنا غلبة جدا إيه غلبة بمصري غلبة هو يعني بس في مشكلة يعني فيه يعني صعوبة بالتفاهم بمحل ما بالعواطف يمكن أنتو عندكم زيت كمية العواطف اسمه بتعبروا عنا مثلنا إن إحنا مثلا إذا أنا مثلا عصبت منك بسرخ وبعيت وبعبر وكذا يمكن أنت بتسكت أو بتفكر قبل ما تحكي أو فيه هال ديناميك المختلفة بالتعبير عن العواطف على أنا عشان ما أعمل مشاكل صرت بعبر عن العواطف بالشغل تعرفة كان ويليام شيكسبير في الفصل التاني المشهد الخامس أصلا أنا ناهم أنا بحب ويليام شيكسبير روميو جوليات فكان في بداية المشهد بيتكلم على مسألة الإصراف في العواطف إنه لا يدعي للإصراف أو التصرع في الحب والعاطفة لأنه ده بيأتي بعد كده بعواقب وخيمة وده في قصة حب روميو وجوليات يعني فيه أكتر من كده وبرضو ناها عن مسألة الإصراف من وجهة نظر شيكسبير فبتعتقد أنه إحنا حتى في مجتمعاتنا بنحب زيادة عن اللزوم؟ إيه فحيح جيل ونساء فيه عواطف يعني بالنسبة لمجتمعات الغاربية أكيد عنا النحية العاطفية اللي هي مش بس الحب الكره كمان يعني فيه عنف بالكره تكرع برضو بتطرف آه طبعا طبعا واللي يحب بتطرف هيكره بتطرف ده طبيعي آه طحية آه طبعا